ونبدأ بأخبار النادي الأهلي ومرس القرى للمدير الفني النادي الأهلي عمل جلسة مع الجهاز الطبي وطلب منهم إن هم يحسمونه تماما موقف السنائي وسامة أبو علي وكريم وليد ندفد عشان يشوف هيسافروا مع السعودية ولا لا ولا لا كريمة عنده كادمة في الرجبة وسامة أبو علي عنده إيجاد في العضلة الخلفية قلت لكم قبل كده إن وسامة أبو علي غالبا هيلحق المهازن المعجب وغالبا هيسافر مع النادي الأهلي إلى السعودية كريم وليد ندفد يعني ممكن تقول 60 هيسافر 40 لا دي الناس بقى 60% 40 لا لسه مش أكيد بس أعتقد حسن معلوماتنا وسامة أبو علي هيسافر إلى رحلة السعودية ونهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك طيب إحنا هنا في رقم 10 عرفنا كمان إن مارسي الكولر المديد الفني للنادي الأهلي استقر بشكل كبير جدا على استحاب محمود كهربا لرحلة السعودية كهربا كان تم استبعاده في آخر مباراتين أمام دياما وأمام يانج أفريكنز التنزاني وكل العمل جلسة مع كهربا وطالب منه إنه يبزل مزيد من الجهد عشان يعرف يخش فيه تشكيلة النادي الأهلي ويخش قائمة النادي الأهلي ليه المباراة القادمة خاصة إنه سامة قلت لكم وسامة أبو علي آه هيسافر غالبا إلى السعودية بس مش أكيد هيشارك في هذه المباراة فكهربا كمان في ظل عدم ظهور مودست بشكل جيد منذ انضمامه يعني للأهلي فكهربا ممكن تبقى فرصه كبيرة يبدأ مباراة الأهلي والزمالك القادمة إذا لم يلحق وسامة أبو علي بالمباراة دي حكاية حكاية أخرى في إطار نفس المباراة مرسل كلها لمدير الفني للأهلي فرض حظر إعلامي على الفريق قبل هذه المواجهة وطلب عدم نشر أي صور أو فيديوهات لمران الفريق والأهلي مفروض هيسافر للسعودية يوم الأربعاء القادمة إن شاء الله كل التوفير للأهلي كل التوفير للزمالكي يقدمونا مباراة بإذن الله مباراة محترمة